بسم الله الرحمن الرحيم أيها الأحبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذه رسالة لكل يائس لكل من ضاق رزقه لكل من يعاني من ضيق رزق والله أيها الأحبة إن الله لغني عن العالمين الله الذي أغنى هؤلاء الأغنياء قادر على أن يغنيك ولكن الله لا يريد لك الأموال يريد لك الخير يريد لك خير الآخرة أنت عندما تذهب بابنك إلى الطبيب هذا الابن لديه مرض خطير يقول لك نحتاج لاستئصال كليا لاستئصال كذا لعملية جراحية صعبة وبعدها سيعيش حياة سعيدة سيتعب ويتأثر ويحزن ويخاف ويمرض ويتألم مثلا شهر شهرين ثلاثة ولكن سيمضي بقية حياته سعيدا ويعيش طويلا وكذا فأنت كأب تقول للطبيب أسرع وعمل العملية وتدفع له نقود ربما تبيع ما لديك لكي تنجح هذه العملية طيب هل الأب في هذه الحالة يريد أن يعذب ابنه سؤال هل الأب يريد أن ابنه يتألم هل يكرهه بالعكس هو باع كل شيء من أجله إذن الأب هنا والطبيب ينظران إلى المستقبل هو سيعيش مثلا خمسين ستين سبعين سنة فأنا يمكن أن أضحي بفترة شهرين ثلاثة من الألم والتعب وكذا ولكن بعد ذلك سيرتاح طيب ما بالك دققوا أحبتي في الله ما بالك أن الدنيا التي أنت الآن تعيشها هي ساعة واحدة من ساعات يوم القيامة فإذا أحبك الله ماذا تتصور أن يعطيك يعطيك الدنيا أم الآخرة إذا أحبك الله وأراد لك الآخرة هل تتصور أنه سيشغلك بالدنيا أم سيشغلك بالآخرة طيب أنا كيف أنشغل بالآخرة إذا لم أكن أعاني من مشاكل من أمراض من ضيق أقول يا رب أمرض أقول يا رب اشفني وعافني واهدني أتعرض لمشكلة لخوف لتعب ألجأ إلى الله سبحانه وتعالى بالسجود والصلاة والقيام وقراءة القرآن والدعاء طيب هذا الحال عندما يبتليك الله بضيق الرزق هو يريد منك أن تكثر من الدعاء لأن كل كلمة تنطق بها سيكون لك ثروة في الجنة يوم القيامة وأنا الآن أحضرت هذه الصورة فقط لأبشر هؤلاء اليائسين الذين ضاق رزقهم أن الله قادر أن يرزقكم كما يرزق هذا الطائر هذا الطائر أيها الأحبة لديه تكنولوجيا معقدة جدا لم يستطع الإنسان اختراع مثلها لا في الطائرات ولا غير ذلك لديه قدرة على رصد حركة السمك وهي تحت الماء انظروا إلى الدقة لديه قدرة على تحديد موقع هذه السمكة بعد مثلا عشر ثواني أو سبع ثواني المدة التي سيقطعها لديه في دماغه أشبه بجهاز تحديد المسافات والمواقع يحدد مسافة بعد هذه السمكة وكيف سينقض عليها ويحسب في دماغه عوامل كثيرة مثل مقاومة الهواء ومقاومة الماء وسرعته في الهواء والماء لأن سرعة الطائر في الماء تكون أقل بكثير مما عليه في الهواء بسبب أن كثافة الماء أعلى بكثير من كثافة الهواء ولزوجة الماء أعلى بكثير من لزوجة الماء لذلك هذا الطائر إذا أراد أن يطير في الماء فإن جزيئات الماء تعيق حركته بشدة فهو يحسب الزمن الذي سينقض فيه على هذه السمكة ويحدد بعدها بدقة لذلك نجده ينزل من أعلى الشجرة سأقرر الصورة قليلا أيها الأحبة ينزل من أعلى الشجرة وبحركة واحدة جهز من قاريه لينقض على هذه السمكة المسكينة ويخرج بها ويأكلها ويحمد الله تبارك وتعالى طيب هذا الإله العظيم القادر على أن يرزق هذا المخلوق هذه السمكة طبعا هذه السمكة لها رزق أيضا هي تتغذى على كائنات أصغر منها موجودة في الماء وستكون غذاء لهذا الطائر انظروا المعادلة هذا الإله العظيم هل يعجزه أن يرزق شخصا يقول يا رب أرزقني بل إنك عندما تدعو الله وتكثر الدعاء وتتضرع إلى هذا الخالق العظيم الخالق يسمعك وهو أرحم بك من كل شيء ولكنه يريد منك المزيد يكتب لك الأجر الكبير يوم القيامة يريدك أن تدعو أكثر لأن الله ينظر إلى يوم القيامة لا ينظر إلى الدنيا الله تبارك وتعالى عندما يجد شخصا ملحدا كافرا يكفر به يؤذي الناس يظلم الناس يلحد إلى آخره مثل هذا الشخص الذي ليس فيه خير هذا يتركه في الدنيا يمده أكثر من الدنيا ويمدهم في طغيانهم يعمهون أما المؤمن الله تعالى يخلصه من الشاهوات يخلصه من الزينة الدنيا من زخار في الدنيا ويهيئ له الظروف التي تجعل هذا المؤمن يدعو الله أكثر ليفوز يوم القيامة بثواب أكبر وبجنة عرضها السموة الأرض لذلك أيها الأحبة يعني أنا دائما أدعو كل إنسان ضاقت به الحياة أن يتفائل وأن يعلم أن الله يحبه طيب كيف أعلم أن الله يحبني إذا ضاقت بي الدنيا وحمدت الله تعالى فهذا مؤشر أن الله يحبني ولكن إذا كفر وألحد وأنكر نعمة الله هذا استدراج من الله سبحانه وتعالى وهذا من عند نفسه طبعا ليس من عند الله إنما هو أراد ذلك بمجرد أن تجد لسانك يقول الحمد لله على البلاء اعلم أن الله سبحانه وتعالى يحبك وأن هذا البلاء هدفه أن يرفعك في الآخرة يرفع منزلتك في الجنة يوم القيامة نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا هذه الجنة بل الفردوسة الأعلى وأن نكون مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة